التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أجرات العديد من اللقاءات والاتصالات المكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطع غزة بين حماس وإسرائيل وأضاف المصدر أن مصر اطلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار في القطاع مشيرا إلى أن قيادات حماس أبلغت مصر أنها تدرس بجدية وإيجابية مقترحة الهدنة هذا وأشر المصدر إلى أن مصر قامت بتحركات مكثفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية واستقبلت وفود حركة فتح والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للوصول إلى اتفاق لمقترح وقف إطلاق النار وأوضح المصدر أن حركة حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو سيلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه في الرابع والعشرين من يوليو القادم وذلك تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين وأشارت الوكالة إلى أن هذا يأتي وسط ضغوط متزايدة على دولة الاحتلال للتوصل مع حركة حماس لاتفاق ينهي الحرب الدائرة بين الطرفين منذ ثمانية أشهر والتي أدت إلى عزلة ديبلوماسية متزايدة لدولة الاحتلال بسبب حصيلة ضحاياها المرتفعة في قطاع غزة هذا وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشوك شومر أن لديه خلافات واضحة وعميقة مع نتنياهو أكدت رويترز أن روسيا والصين التي تتمتعان بحق النقد الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن مشروع قرار أمريكي يدعم اقتراحا للرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وقال ديبلوماسيون أن الجزائر الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس أشارت أيضا إلى عدم استعدادها لدعم النص ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية بالمجلس حق النقد وتلك الدول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وتسعى الولايات المتحدة للحصول على دعم دولي للمقترح الذي ما زالت تدرسه حماس أكدت شركة أمري البريطانية للأمن البحري أن سفينة تجارية أبلغت أن انفجارا وقع بالقرب منها في البحر الأحمر على بعد تسعة عشر ميلا بحري تقريبا غرب المخى باليمن وأكدت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن انفجارين بالقرب من سفينة على بعد سبعة وعشرين ميلا بحريا جنوب المخى مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وأن جميع أفراد التاقم بخير وأن السفينة تتجه إلى الميناء التالي وذكرت أمري في مذكرة أن مواصفات السفينة تتطابق مع الفئة التي تستهدفها قوات الحوثي التي تشن هجمات على سفن قبالت سواحل اليمن منذ عدة أشهر أكد الجيش السوداني أنه سيرد ردا قاسيا على هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية ود النور أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وأكد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه لا تفاوض أو جلوس مع من وصفهم بداعم الميليشيات مشيرا إلى أن لديهم فيديوهات بشأن متورطين متهمين بتسجيل بيانات للإذاعة والتلفزيون لإعلان الاستيلاء على السلطة حقق المنتخب الوطني انتصارا ثمينا على ضيفه منتخب بوركينفاسو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وعزز المنتخب الوطني صدارته لترتيب المجموعة الأولى لتصفيات المونديال بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية فيما توقف رصيد منتخب بوركينفاسو عند أربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر